تابت أوقاتكم متابعي سوداني 24 وإلى نشرة الأخبار تفقد رئيس مجلس سيادة الانتقال القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المواطنين الذين نزحوا من شرق الجزيرة لولاية دهر النيل والذين تعرضوا لانتهاكات واعتداءات وحشية من مليشيا الدعم السريع واطمغن البرهان على مستوى الخدمات المقدمة لهم من حيث الإيواء والغزاء والعلاج أكد تسخير كافة إمكانيات أجهزة الدولة للوقوف مع هؤلاء المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وذلك لضمان سلامتهم واستقرارهم ووجه الفريق البرهان وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية بضرورة تقديم كل ما من شأنه تحسين أوضاع النازحين من شرق الجزيرة وتخفيف المعاناة عنهم أعلنت الحكومة البريطانية تقديم مساعدة إنسانية جديدة بقيمة 113 مليون جنيه استرليني لشعب السودان الذي مزقته الحرب وللاجئين في البلدان المجاورة وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن هذه المساهمة التي تمثل مضاعفة للمساعدة الموعودة للسودان والمنطقة هذا العام ستوفر المساعدة لأكثر من 600 ألف شخص في السودان و700 ألف شخص فروا من الصراع وهم موجودون في دول المجاورة مثل تشاد وجنوب السودان وأكدت أن وزير الخارجية دابة اللامي الذي سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي غدر الإثنين سيطلب من القوات المسلحة السودانية إبقاء معبر أدر الحدودية بين تشاد ودارفور مفتوحا إلى أجل غير مسمى وسيدعو إلى رفع القيود التي حدت من حجم المساعدات التي تمر عبر هذا المعبر يواجه السودانيون الفارون إلى إثيوبيا وضعا معقدا بسبب تغييرات الإدارية الجديدة التي أجرتها سلطات الأثيوبية بشأن رسوم تجديد تأشيرة الدخول ورفع الغرامات إلى 30 دولار يوميا للمخالفين ورفضت مفوضية اللاجئين في إثيوبيا فتحت تسجيل للسودانيين في العاصمة أديس أبابا مؤكدة أن التسجيل يتم فقط في المخيمات على الرغم من السماح لعدد من الجاليات الأخرى بالتسجيل مثل اليمنيين والسوريين وغيرهم وقال سوداني لجأ إلى أديس أبابا مع أسرته بحسب سودان تريبيون إنه فشل في السفر إلى السعودية بعد حصوله على عمل هناك بسبب عدم قدرته على دفع تكلفة الغرامات الجديدة التي وصلت إلى 3000 دولار له ولأسرته وأبد التجمع السوداني بأديس أبابا قلقا من الإجراءات الأخيرة للسلطات الإثيوبية مناشدا رئيس الوزراء أبي أحمد بالتدخل لإلغاء القرارات الجديدة نظرا للظروف القاسية التي يواجهها السودانيون بأديس أبابا وقال عضو التجمع إسماعيل التاج إن الإجراءات الأخيرة للسلطات الأثيوبية أشعت حالة من القلق بين السودانيين بحث ناظر عموم قبائل الهدندة والناظر محمد تيرك مع ناظره ناظر عموم قبائل الحباب الناظر كانتباي حامد في اجتماع بمدينة أرومة مبادرة تعزيز وحدة الصف البيجاوي وتعميق الروابط الاجتماعية بين المكونات وبحسب المكتب الإعلامي للناظر تيرك أن الاجتماع تناول المبادرة التي أطلقها الناظر كانتباي والتي تهدف إلى توحيد الجهود ونبذ الخلافات بين أبناء البيجاو والدعوة إلى الحوار والتسامح كأساس لتحقيق التماسك الاجتماعي وأكد الناظر تيرك دعمه الكامل لهذه المبادرة التي وصفها بأنها خطوة استراتيجية نحو تعزيز التضامن والوحدة بما يخدم مصالح المجتمع البيجاوي ويضمن استقراره وأوضح الناظران خلال اللقاء أن المبادرة تحمل في طياتها رؤية شاملة لمعالجة الخلافات وتقريب وجهات النظر من خلال مائدة مستديرة للحوار تضم كافة الأطراف بهدف تحقيق التنمية والسلام والحفاظ على وحدة الشعب البيجاوي وشدد الناظر تيرك على أهمية الدور المحوري للقيادات التقليدية في توجيه المجتمع نحو الوحدة ونبذ الفرقة مشيدا بجهود الناظر كانتبائي في إطلاق هذه المبادرة أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة السيد محمد عثمان المرغني تأييده للدعوة لحوار سوداني سوداني دون تمكين لأي طرف أو شخص واستبعاد من تتم ملاحقتهم بجرائم فساد فقط وأشدد الحزب في بيان بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لاتفاق المرغني جرن على أهمية الحوار السوداني السوداني للتحرك نحو انتقال ديمقراطي قائم على السلام الشامل والعادل والمستدام والحرية والعدالة بعيدا عن التوتر الأعمى وبشراكة واسعة تدعم الاستقرار ودع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية إلى مساندة القوات المسلحة وشركائها في الحرب ضد قوات الدعم السريع المتمردة وقال إن السودان يشهد حربا وجودية تقودها ماليشيات دعم السريع المتمردة على الشعب السوداني في المدن والأرياف من مجزرة الجنينة إلى مأساة الهلالية حيث مارست الماليشيات السطو والنهب والقتل والاقتصاب بدم بارد بدعم إقليمي معروف ومؤكد يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدا الاثنين على مشروع قرار تقدمت به المملكة المتحدة بشأن السودان حيث تحتاج مسودة مشروع القرار لتحويلها إلى نص ملزم إلى تزعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقد من قبل الدول التي تملكه ليصبح بعد ذلك رسميا ويدين المشروع استمرار هجوم قوة الدعم السريع في الفاشر ويطالبها بوقف جميع هجماتها على المدنيين على الفور في دارفور والجزيرة وولاية سنار وأماكن أخرى في السودان ويدعو مشروع القرار أطراف الصراع إلى وقف الأعمال العدائية فورا والانخراط بحسن نية في الحوار للاتفاق على خطوات لتهدأة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني ويطالب الطرفين باحترام وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها في إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان بما في ذلك من بين أمور أخرى اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين بهدف إخلاء المراكز الحضرية بما في ذلك منازل المدنيين نهاية الأخبار لهذا اليوم شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء